موسيقى مجز لأهم الأنباء أهلا بكم بداية استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل فجر اليوم الخميس في غارة نفذها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة رفح جنوب قطع غزة قالت كارث الأنباء الفلسطينيين سبع شهداء بينهم ثلاثة أطفال ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين على مدينة رفح جنوب قطع غزة بينما استشهدت فلسطينية إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنين شرق المدينة كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دين البلح وسط قطع غزة قصفا مدفعيا وجويا كثيفا ذهمت قوة الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس خيام المعتكفين في باحة المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة واعتقلت أربعة منهم وقالت وكلة الأنباء الفلسطينية أن شرطة الاحتلال فتشت خيام المعتكفين واعتقلت أربعة منهم هذا وتعمل قوة الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك لإتاحة المجال لليهود المتطرفين لاقتحام المسجد في صباح اليوم التالي استشهد فلسطينيين على الأقل مساء الأربعاء في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مخيم المغازي وسط قطع غزة وفدت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارات شنها طيران الاحتلال على مخيم المغازي اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة الأربعاء ثلاثة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين وصورت منازل عدد من المنازل ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت منازل في حي كميل واعتقلت شبان كما صورت منازل ثلاثة شهداء ودهمت قوات الاحتلال منزل في البلدة واقتحمت بلدة برغين غرب جنين ودهمت منزلا هناك تلقى مساء أمسل البيعاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر رئيسا وشعبا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولسيما القرار الأممي الأخير حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية بيان الرئاسة الجزائرية أضاف أن الرئيس تبون أكد ثباث مواقف الجزائر ومواصلة دعمها لكل جهود الدولية الهادفة إلى إحقاق الحق وتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية أذى واتفق الرئيسان على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية محمد مصطفى إلى الجزائر بعد عيد الفترة أكد مجلس جامعة الدول العربي على مستوى المندوبين الدائمين دعمه وتثمينه لجهود الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن الدولي الرمي إلى حل السراع في المنطقة على أساس المرجعية الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة جاء ذلك في بيان أعقب الدورة غير العادية لمجلس جامعة دول العربية المنعقدة الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة لمناقشة تدعية الحرب الإسرائيلية على قطع غزة والاجتياح المحتمل لمدينة رفح أقس جنوبي القطاع وحذر مجلس جامعة الدول العربية في بيانه من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العضوانية الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تأوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية مؤكدا أن الخطوة تعتبر اعتداءا على الأمن القومي العربي بمجمله كما ستؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة ختم الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم التواصل معنا عبرها منصة الظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة